السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله سنتحدث عن دعاء مهم جدا في هذه الحلقة من برنامج مجيب السائلين سيكون معنا الدعاء لكل إنسان بحب أن ربنا سبحانه وتعالى يعافيه من جميع الأمراض ومن جميع الشرور إذا بدك ربنا عز وجل يحفظك ويحفظ لك حواسك يحفظ سمعك ويحفظ بصرك ويحفظ لسانك وقدرتك على النطق إنه يحفظ قلبك وعقلك ويحفظ عليك كل جوارحك وكل أعضاءك من الشرور الظاهرة وكمان من الشرور الباطنة إذا أردت كل هذا عليك بهذا الدعاء خليني اسمعه عن شكل ابن حميد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله علمني تعوذاً أتعوذ به لما الواحد يشعر إنه مهاجاً من الأعداء والشيطان بيبحث دائماً عن التحصين هذا الصحابي رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بقول يا رسول الله علمني تعوذاً أتعوذ به قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكفي وقال قل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وأعوذ بك من شر بصري وأعوذ بك من شر لساني وأعوذ بك من شر قلبي وأعوذ بك من شر مني وظل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه هذا الدعاء ويذكره أمامه حتى حفظه هذا الصحابي رضي الله عنه يعني تخيل كم هذا الدعاء مهم من كثر ما هو مهم النبي عليه الصلاة والسلام حرص أنه صحابي يحفظه قدامه وكما قلت لكم أنت لما الله عز وجل يقيك شر سمعك ويقيك شر البصر وشر لسانك وشر قلبك وشر منيك أنت بتكون حقيقة حصنت نفسك من جميع الأمراض الظاهرة والباطنة واليوم بدنا يكون الحديث دور حول هذه الأمور وبشكل سريع إن شاء الله عز وجل اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي شو يعني؟ شر سمعي يعني في المعنى السريع المتبادر للذهن أن يصيب سمعي صمم مثلا هذا من الشر أن يصيب سمعي ضعف هذا من الشر كلنا بنحب نعيش طول عمرنا حياتنا متنعمين بنعمة السمع انظر كيف هذا الدعاء مهم جدا لحفظ الحواس هذا المعنى الظاهر أنه يحفظ سمعك أنك ما تصير أطرش أو أصم لكن المعنى المعنى واللي إحنا بدنا إياه والمعنى العميق من شر سمعي يعني أنه أستخدمه في الحرام هذا هذا من شر السمع الشر أني أستمع للغيبة الشر أني أستمع للكذب الشر أني أستمع للأغاني الهابطة المحرمة ليش؟ لأنه لما إحنا نسمع في المسلسلات والأغاني كلام الغزل والحب التافئة والرخيص أو نسمع الأغاني المحرمة التي تدعو دائما للسفور أو إلى الفاحشة دونما أي حياء ولا خجل هذه حقيقة ضررها على الأذن أشد بكثير من ضرر الصمم والطرش لأن الإنسان اللي ما بيسمع بمجرد ما يموت وتمتي هذه العلة اللي هي الطرش هو بيكون حقيقة بتمتي هذه العلة لما يموت لكن الاستماع لا الحرام لما الإنسان يموت الآن هو بدأ حسابه على هذه المعاصي وقد يدخل نار جهنم بسبب ذلك هذا معنى قوله اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي ومثله في قوله وأعوذ بك من شر بصري المعنى الظاهر المادي إني أفقد القدرة على الإبصار إنه العين تصاب بالعمى أي أي أو أي مرض من أمراض العيون هذا المعنى المتبادر واللي الناس بيفكروا فيه وذهنهم مباشرة بيروح إله لما يقول اللهم إني أعوذ بك من شر بصري هذا شيء يتمنا كل واحد فينا إنه أنا أعيش حياتي بصري سليم يعني ما أصير أعمى وأفقد القدرة على الإبصار وحتى ولا حتى يضعف بصري وكثير مننا بالضايق إذا الطبيب في يوم من الأيام قال له أنت لازم تلبسنا الضارة نعمة عظيمة جدا أن يحفظ الله عز وجل عليك بصرك الإنسان بعيش طول حياته بسمع سليم وبصر سليم هذا المعنى الظاهر كما ذكرت لكن المعنى المعنوي والمعنى العميق شر بصري يعني النظر إلى الحرام لما نقول النظر إلى الحرام مش معناه فقط أني أنا أنظر إلى الفتيات اللي في الشارع أو في أي مكان أو أنظر إلى الأفلام والمسلسلات اللي فيها محرمات لا لا مش هذا المقصود أكضا أنا بد بشمل نظرة الاحتقار للآخرين هذا أيضا من شر البصر ممكن تلاقي واحد بنظر لواحد ثاني نظرة ازدراء نظرة استهزاء نظرة احتقار تدل على الكبر هاي كمان من شر البصر من شر بصري تعني أيضا نظرة محرمة تتبع فيها عورات الناس وهاي بتشمل السمع والبصر هذه آفة عظيمة حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام حين قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه اتقوا الله ولا تتبعوا عورات المسلمين يعني فعلا لا بذانك ولا بعينك ولا بلسانك لا تكن فضاحا للمسلمين وشوف جزاء من يفعل ذلك فإنه من تتبع عورة امرئ مسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضحه سواء يكون فضيحته في الدنيا أو مفضيحته وين في الآخرة اللهم إني أعوذ بك من شر بصري ولازم نعرف إنه الإنسان إذا أصيب بالشر المادي اللي هو موضوع العين هذه مشكلة لكن المشكلة الأكبر منها والمصيب الأعظم منها إذا البصر أصيب بمرض النظر للمحرمات أو ازدراء الآخرين أو بمرض تتبع عورات الآخرين وغيرها هذا أخطر بكثير من العمى لأنه زي ما حكينا قبل قليل العمى قد يتم الشفاء منه وبكون إلو دوة حتى لو لم يشفى الإنسان منه مات فهو ينتهي بالموت ويجد أجرها يوم القيامة إن صبر واحتسب لكن إذا الواحد مات وهو لا يغض بصر عن المحرمات ولا يغض بصر عن عورات المسلمين وعيوب المسلمين هذا أين سيجد الدواء لمثل هذا الداء هذا إن لم يتب والعياذ بالله سيجد دواءه في نار جهنم عفان الله وإياكم منها فشوف مين أخطر أيوما أخطر المرض الحسي ولا المرض المعنوي عشان هيك وإنت بتكرر هذا الدعاء استحضر في داخلك نية حفظ البصر من شر الأمراض الظاهرة اللي بتتعالج في المستشفيات وكذلك استحضر نية الحفظ من شر الأمراض الباطنة اللي علاجها في كتاب الله وفي بيوت الله عز وجل وما قيل في شر سمعي وشر بصري أيضا يقال في وأعوذ بك من شر لساني الإنسان عنده يكون عنده تأتى تلعثم أو عدم قدرة حتى على الإفصاح والبيان أو حتى يكون أخرص لا يستطيع الكلام هذا كله من شر اللسان لكنه الشر الظاهر المادي أما شر اللسان المعنوي فهو استغابة الناس الكذب شهادة الزهور وغيرها العلماء لما عدوا آفات اللسان بعضهم عد أكثر من عشرين آفة والرسول عليه الصلاة والسلام لما نصح معاذ شو قال له قال له ويلك يا معاذ وهل يكب الناس في نار جهنم على وجوههم يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال موسطيا للمسلمين من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه ما بين فكيه اللي هو اللسان يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة من هون بنعرف خطورة هذا اللسان اللهم إني أعوذ بك من شر بصري وأعوذ بك من شر مسمعي ومن شر بصري وأعوذ بك من شر لساني وأعوذ بك من شر قلبي كلنا بنعرف الشر والسوء اللي ممكن يصيب القلب من الناحية المادية الظاهرة عضلة القلب بتضعف أو بتصيبه جلطة أو بده شبكيات أو عملية قلب مفتوح أو تصله بشريين أسأل الله عز وجل العفو والعافير الجميع كل هذه أمراض وشرور خطيرة وبنحسب حسابة كثير وبنخاف منها لكن الأخطر صدقوني الأخطر هي الأمراض الباطنة للكلوب اللي منها التكبر على عباد الله الغل الحقد على الناس الحسد وتمني الشر للآخرين تعظيم غير الله عز وجل هذه كلها من أمراض القلوب اللي لازم ندعو ربنا سبحانه وتعالى إن نطهر قلوبنا منها أما قوله عليه الصلاة والسلام في الدعاء أعوذ بك من شر مني شو المقصود فيها المقصود إنه الإنسان لا يحرم من القدر على الإنجاب ونعمة الذرية لذلك هذا الدعاء حقيقة جميل جدا مفيد لمن كان يعاني من العقم أو لم يرزق البنين هذا هذا معنى لكن هناك في معنى آخر ومعنى مهم جدا وهو أن يستعيد الإنسان من أن يرزق ولد عق أن تكون له ذرية غير صالحة لأنه فعلا هذه المصيبة إنه كون الواحد فينا ابن مش نافع أو ابن عاق أو ابن فاسد هذا هذا حقيقة جدا خطير وفيه هناك معنى ثالث ذكره بعض العلماء في هذا قال من شر مني يعني من شر شهوة الجسدية فهو دعاء أن يحفظ الله سبحانه وتعالى من الزنا ومن مقدمات الزنا وما يتعلق بالزنا إذن دعائنا لليوم هو دعاء شامل دعاء جامع لكثير من معاني الخير دعاء يدفع عنك جميع أشكال النقم والشرور الظاهرة المادية أو الباطنة المعنوية ولاحظوا كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ فيه بنفسه وعلمه للصحابة رضوان الله عليهم هو هيك بكون علمنا إياه علمنا الدعاء إحنا كمان في هذا الزمان فإذا أنت كنت بترغب أن ربنا سبحانه وتعالى يعافيك من كل الأمراض وتعيش طوال حياتك بصحة وعافي ويحفظ عليك أعضاءك وجوارحك عليك بهذا الدعاء خلينا نواضب عليه ونكرر دائما وأبدا وشو رأيكم نجعل دعاء هذا اليوم ونكثر منه ونردده ونقول اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وأعوذ بك من شر بصري وأعوذ بك من شر لساني وأعوذ بك من شر قلبي وأعوذ بك من شر مني اللهم آمين موسيقى 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 موسيقى